اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدعم المصري الكامل لجهود استضافة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين المقررة في شهر مايو الفين واربعة وعشرين منشددا على حرص القاهرة على التنسيق الوثيق مع المنامة فيما يتعلق بمخرجات القمة جاء ذلك خلال لقاه أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بحضور سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة وأشد مدبولي بالتطورات الحالية في العلاقات الثنائية شديدة التمييز بين القاهرة والمنامة مؤكدا أن هذه العلاقات تحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين كما أكد رئيس مجلس الوزراء ثوابت الموقف المصري اتجاه الأزمة الراهنة في القطاع التي تتبلور في ضرورة الوقوف الفوري والدائم لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية بدوره أكد رئيس مجلس النواب البحرينية أن القاهرة والمنامة تربطهما علاقات تاريخية مضيفا أن هذه العلاقات الثنائية متوجة بالرعابط الأخوية وثيقة الصلة بين جلالة الملك المعظم وأخيه فاخامة الرئيس المصري والتنسيق والتواصل الحكومي المستمرين بين البلدين الشقيقين فضلا عن علاقات الأخوة بين شعبي البلدين ترجمة نانسي قنقر